ياسر خلني أسألك عن بما نحن نتكلم عن بعض القضايا أو الهموم هموم الإنسان البسيط دائماً يعني أيضاً تتحدث في هموم الإنسان البسيط الفقير بعض قصائدك هي بتأتي كده بطبيعتها الشعر العامي هذا جماله جماله أنه ملتصق بالناس جماله ملتصق بالناس بهمومهم بيومياتهم بأغانيهم الفن الحقيقي هو العامية هو الأقرب للناس في الهمومهم الفصحة طبعاً هي المشهد الثقافي العظيم لكن العامية مهمة جداً طيب نسمع نص عن أو يحكي هم معين في قصيدة اسمها مقهى أقول ألد الأوقات ما عشته كما تشتهيه فوقك تدلى عن أقيد الهواجس عنك مقهى على ناصية شارع زمن تصطفيه تتفاهمون إن حصل بينك وبينك عتب المجتمع يا حبيبي ما هو اللي انت فيه المجتمع كل ما فيك الرضا والغصب المجتمع يا حبيبي ما هو اللي انت فيه المجتمع كل ما فيك الرضا والغضب حتى مكانك مكانك ما هو اللي تجيه مكانك اللي يجي لو كان سهل وصعب وإن شافتك في مكان عيونهم أنت فيه أو ما تشوفك مع أنك في المكان السبب ما كنت لابس قناعك بين كل الوجيه وتقول وجهم بدون قناع يا للعجب وإن شافتك في مكان عيونهم أنت فيه أو ما تشوفك مع أنك في المكان السبب ما كنت لابس قناعك بين كل الوجيه وتقول وجهم بدون قناع يا للعجب واشتد حولك فضول الأربعين الشبيه يتكلمونه كلام الناس صدق وكذب حاول كذا بعضهم يلمس جسدك بيديه ولا القريبة بتعت ولا البعيد أكتر سلام عليكم